عودة مرة أخرى إلى احتفالية كليات الهندسة جماعة القاهرة والتي شهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتورة مصطفى مدبولي احتفالاً باليوبيل الذهبية بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة للاحتفاء بخرجيها للدفعات بين عامي 1969 و1973 شهدت الاحتفالية حضوراً واسع نطاق شمل عدداً من كبار المسؤولين السابقين من المكرمين ضمن خارجي الكلية للدفعات بين عامي 1969 و1973 في مقدمتهم رئيساء الوزراء الأسبقين الدكتور أحمد نظيف والمهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين والرؤساء السابقين لجامعة القاهرة هذا إلى جانب الدكتور عمري طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وخلال كلمته في الاحتفالية أكد رئيس الوزراء أن القطاع الهندسي في مصر قطاع رائد مشيرا إلى أن حركة التطور وتسارعها بصورة كبيرة تفرض على كليات الهندسة والكليات العملية والتطبيقية أن تتواكب مع هذه الصرع في التطور والإنجاز ونوها مدبولي إلى دور جامعة القاهرة التاريخي والتي كانت دائما رمزا ومنارة للعلم وعنوانا لتقدم وريادة مصر شكرا 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 شكرا